الآن لو أردنا أن نتكلم عن قضية حقوق الإنسان هذا المصطلح الآن هذا المركب يعني مصطلح حادث لكن حقوق الإنسان يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنها أتم بيان في خطبتي في حجة الوداع ما هي أسس هذه الحقوق؟ نعم بالنسبة للإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى مملوك له ولكنه حر من الأغيار لم يجعله الله كسائر البهائم التي تعيش من أجل ملذاتها وشهواتها فإنما هذا الحال حال الكافرين من الإنسان فقط ولذلك قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مذولهم نعم أما الإنسان الشريف فإنه يعلم أنه مستخلف في الأرض فهو مسؤول عن ما فيها الذي خلق لكم ما في الأرض شميعا نعم فعليه أن يستغل نواب السركون وأن يستفيد ويفيد ويترك الأثر النافعة وأن يكون نفعه متعديا يشمل البهائم يشمل البيئة يشمل كل ما في الأرض فينفعها الإنسان يصل إليها نفعه نعم هذا أمر لا بد منه وحقوق الإنسان تكفلها الديانات السماوية وتكفلها الأعراف بين الناس وتكفلها القوانين التي يتعرف عليها لكن أكبر حقوق للإنسان هي ما جاء به الدين الحنيف الإسلام فهو دين الله وليس دين الناس نعم ولذلك ما فيه دين ولا قانون يضمن حقوق الإنسان قبل ميلاده وفي حياته وبعد موته إلا الإسلام الله أكبر فالإسلام فيه حقوق الإنسان قبل ميلاده نعم يمنع إجهاض الحمل نعم وهذا الآن يصبح أمرا شريعة سائدة نعم نعم إجهاض الحمل قتل نفس نعم في الإسلام الحرام نعم ويمنع ويجعل الحمل حقا في الميراث ويجعل له أهلية للتملك نعم فهذه حقوق للإنسان قبل مولده نعم إذا ولد الإنسان فله حقوق بأصل الإنسانية حقه بالعيش الكريم حقه بالحرية حريات كلها حريات العامة نعم حرية التديون حرية التعبير حرية التفكير حرية الانتقال حرية التملك حرية التصرفات هذه كلها مضمونة مكفولة نعم كذلك الإسلام يضمن الحقوق للإنسان بمختلف أرماعه للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذرة نصيبا مفروضة حقوق للرجال حقوق للنساء حقوق للأطفال حقوق للكبار حقوق للأغنياء حقوق للفقراء حقوق للشيوخ العجزة نعم حقوق للصم البكم كل شيء في له حقوق في كل شيء نعم ولذلك حتى في ما يغنمه المسلمون لمن لا يستطيع الغنيمة ولا يستطيع الوصول إليها حقوق فيها نعم وعلموا أن ما غنيتم من شيء فأنا لله خمسة وهذا الخمس قسمه إلى خمسة نعم وللرسولي ولذي القرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل نعم لهم حقوق نعم الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب كلهم لهم حقوق في الزكاة نعم على الأغنياء أوجبها الله كذلك في الميراث إذا حضر القسمة ورقباء واليتاماء والمساكين وفرزقوهم منه نعم هذه الحقوق لكل أصناف الإسان نعم حتى لو كان غير مسلم الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق له حق نعم وتعرف ما زال جبريل يوصين الجاري حتى ظننتو أنه سيورث نعم جار الداري أحق بدار الجاء نعم والجار أحق سق به نعم وهكذا حدث كثيرة جدا في هذا الباب حتى منها الأسير حقوقه في الإسلام مع فوضة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نعم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نعم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا نعم وفي هذا حديث أبي عزيز أيضا نعم لكن هو الإنسان في حال قوته وهو يأسر الأسرى عنده الأسرى نعم مع ذلك يتي إيمانه فيجعله خائفا الله أكبر الذي يخاطب أسيره من المهروض أن يكون لديه عن شهية وقوة صحيح ولا مبالاة ولا مبالاة نعم لكن هؤلاء يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويسيرا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف الله من ربنا يوما عبوسا قم طريرا نعم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورا شكرا